اظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قطة تحاول منع طفل من تسلق حاجز الشرفة في منزله ويظهر في الفيديو الذي صور في بيوكارا منغا بكولومبيا قطة تحاول جاهدة ابعاد طفل يبلغ من العمر عاما واحدا عن سور الشرفة وذلك بتوجيه ضربات على يديه وتنجح القطة في نهاية المطاف بعد عدة محاولات من ابعاد الطفل عن السور حسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية والتي نشرت الفيديو ووصف كثيرون من من شاهدوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما قامت به القطة بأنه دليل على حب الحيوانات لأصحابها في حين وصف آخرون القطة بالأخ الأكبر للطفل الذي يسعى جاهدا لحمايته من الأخطار وسبق أن سجلت حوادث عديدة حول العالم لعمليات إنقاذ أبطالها قطة ففي عام 2015 أنقذت قطة حياة طفل حديث الولادة في كلوغا بروسيا وذلك بتدفئته في الصندوق الذي ألقي فيه الراضيع والحيلولة دون تجمده من البرن ترجمة نانسي قنقر